زي ما كلنا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى لما بيرسل لنا انبياء بيقيدهم مجموعة من الامور الخارقة واللي بتكون معروفة باسم المعجزات فمنهم اللي عصيته تتحول لحية ضخمة ومنهم اللي قدر يمشي على المية ويحيي الموتة ومنهم اللي قدر يكلم من حيواناته الطيور ومنهم اللي تم تسخير الجبال يسبحه معاه واللي نجا من النار على الرغم من مكوثه فيها فترة وغيرهم كتير ومن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر الانبياء فكان لازم يكون فيه معجزات قوية تؤيد رسالته واللي كان من ضمنها معجزة انشقاق القمر اهلا بيكم انا احمد حسنين وانت تتفرج على حلقة جديدة من برنامج الجبالعلمي معجزة انشقاق القمر هي من المعجزات الثابتة والوارد حدوثها عن النبي صلى الله عليه وسلم بل واني تم ذكراها في مطلع صورة كاملة نظرا لعزم المعجزة دي وهي صورة القمر فقال تعالى في مطلع صورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرهم مستمر صدق الله العظيم فيطر ايه القصة؟ بتبدأ الحكاية في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بفترة لما الكفار تحدوه انه يجي بمعجزة وآية قوية بتدل على صدق نبوته فامر النبي صلى الله عليه وسلم القمر انه ينشق نصين فانشق القمر بنصفين بالفعل حتى ان جبل حراق كان بيقع بين النصفين دول وقتها يعني مش مجرد انشقاق عادي ده انشقاق وتباعد لدرجة ان حاجة بضخامة جبل بقت في النصف بنشقين وقتها وبعد وقوع الحادثة دي المشركين وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب والسحر واتهموه بان اللي حصل ده ما هو الا سحر العيون وواهم بصري بانشقاق القمر وانه ما نشكش لجزئين ولا حاجة والعجيب بقى هو ان ربنا سبحانه وتعالى ربط بين حادثة انشقاق القمر وبين اقتراب الساعة فقال سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشكاق القمر ده غير الحديث اللي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عن علامة الساعة الصغر خمسهم قدمدين القمر والدخان والروم والبطشة واللزام وعلى الرغم من صدق النبي صلى الله عليه وسلم في معجزة انشقاق القمر ومع استكبار الكفار اللي انهم انقسموا بينهم من بعض الفرقتين الاولى تقول صحرانا محمد والتانية تقول ما يقدرش يسحل الناس كلها دول يقولوا صحرانا محمد ودول يقولوا ما يقدرش يسحل الناس كلها وفضلوا كده بينهم ومن بعض طول الليل لحد ما اتفقوا في نهاية الامر على سؤال المسافرين واهل القرى والمدن التانية اللي حوالين مكة واللي ما كانوش يعرفه بتحدي الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك يا عم هات الناس دول واسألهم انتو شفتوا حاجة مبالها غريبة بالليل لهو قالوا اه تبقى معجزة فعلا ومفيش سحر ولا حاجة ولو قالوا لا فيبقى سحر فعلا ومجرد خداع بصري مش اكتر هو بالفعل سألوا الناس فاجمعوا كلهم على مسألة انشقاق الكمر طيب يؤمنوا بمحمد بقى بعد ما تأكدوا ويسكتوا لا فزادت قريش في أزى النبي صلى الله عليه وسلم وقزق أصحابه وأصروا على اتهامه بالكسب في ممكن تتساءل وتقول لي طيب هو ايه السبب أصلا في انهم طالبوا المعجزة دي تحديدا يعني ليه ما طلبوش حاجة تانية مثلا شوف يا سيدي وانا هقولك أغلب العلماء بيرجحوا ان المشركين والكفار كل من النبي صلى الله عليه وسلم بيجي لهم بمعجزة يفتكروا ان هو اللي بيخترعها وانها مش شيء بيحصل بأمر من الله سبحانه وتعالى فقالوا بينهم ومن بعض احنا نعمل حاجة على سبيل التعجيز يعني احنا نخليه يعمل حاجة في السماء لأنه بشر وموجود على الأرض وأسرح حاجة كانوا يعرفوها ساعتها هي الحصاء ولما طلبوا كده من النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمر انه ينشق فانشق القمر إلى نصين هو اللي بيدحك بقى انهم لما النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده منهم اللي قال لقد صحر الأرض والسماء ومن الجدير بالذكر بقى ان الحد النهاردة في دليلين على الأقل خارج الكرآن والسنة على حدثة انشكاق القمر دليل تاريخي ودليل علمي فبالنسبة للدليل التاريخي تم ذكر في مخطوطة قديمة في الهند بترجع لملك معروف باسم جاكرواني فارماس وده كان أحد ملوك الهند المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم والمخطوطة دي بقى بتقول ان شاهدة ملك مالبار الهندية جلالة الملك جاكرواني فارماس حادثة انشكاق القمر فلما سأل عنها علم انها معجزة وقعت لنبي خرجة في أرض العرب فعيهن حينها ابنه ملكا على البلاد وخرج لملاقات محمد صلى الله عليه وسلم أما بقى عن الدليل العلمي فالعلماء في العصر الحديث اكتشفوا على سطح القمر مجموعة من الشكوك والصدوع الغريبة واللي ما كانتش موجودة في الأمر قبل كده وقالت الدرسات اللي قامت بيها وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ان الشكوك الضغمة دي حصلت نتيجة انشكاق وكسر حصل للأمر من فترة واكتشفوا وجود شاك في الأمر بيبلغ طوله عدة مئات من الكيلومترات ومعرفش الفريق العلم الحد دلوقتي سبب وجود الشقوق دي وكان من بين الشقوق دي شاك بطول 125 كيلومتر وعمق 400 متر وعرض 1500 متر وقاموا علماء ناسا بالتقاط عدد كبير من الصور لزغير الشكوك الأمر وتبين وجود شاك بيظهر عليه أثار التحان فاعتقدوا ان هناك كميات من الحمم المنصهرة تدفقت من خلاله وسهمت في تغليف الشاك ده والجدير بالذكر بقى ان بعض العلماء اعتبروا انشكاق القمر معجزة خارقة فوق قدرة البشر وبيقول العلماء ان هذه الشقوق لا مثيلة لها على الارض لانها طويلة وغريبة وان هي بتتناقض مع النظريات اللي بنعرفها في الفيزياء علشان يكون دليل تاني بيثبت صحة حدثة انشكاق القمر مع اننا مش محتاجين اي قدلة يعني بعد القرآن اللي هو كلام ربنا سبحانه وتعالى وبعد احديث النبي صلى الله عليه وسلم بس هو يعني علشان ما يكونش لأي حد بعد كده حجة والدعاء باطل على النبي صلى الله عليه وسلم زي ما كان كفار كوريش بيعمله وفي الاخير انا مش اهل للتخصص لكن كمسلم عادي اثبتتلك بالدين وبالعلم مدى صدق النبي صلى الله عليه وسلم اللي اصلا مش محتاج اثباته وتخيل بقى ان في ناس زي اهل كوريش لحد دلوقتي واكثر من 1400 سنة ومع اثبات الغرب بالعلم ما زالوا بيشتموا في سيد الخلق بل ومنهم اللي بيشكك في نبوته بس رد الاخير عليهم والختام بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطقه عن الهوى ان هو الا وحي نيوحى علمه شديد القوة صدق الله العظيم وكالعادة صديقي لو وصلت لحد هنا فما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتصلي عن نبي وتستغفر ربنا تستنانا في جب جديد من برنامج الجب العلمي سلام